الناس كتير قوي بعد ما هايفا سبغت شعرها سبغوا شعرهم؟ شفتي مضى ده؟ حسيتي بإيه؟ مبسطت، مبسطت إنه شعر الأحمر كان صار له فترة يعني ما حدا بيسبغ أحمر ولو حد سبغ أحمر بيعمله في فوتو ساشن في عمل فني أندتس يعني خلاص يعني ممكن يرجع موضة ويقوله موضة هايفا؟ مبسوطة طبعاً لأنه أنا كوفير طبعي بيقلي إنه كل بيروت بيسبغوا أحمر عجباً وهادي شغلي أنا بحبة بحالي إنه الموضة جزء من شخصيتي بس إنه أنا درج موضة هادي شغلي بعتز فيها ومبسوطة كل ما شوف حدا ببيروت شعره أحمر عم بيتصور معي بيقولولي إنه إحنا عملنا أحمر مثلك بمبسط كتير طب وبعد عرض المسلسل في رمضان ويخلص حتترجعي شكراً لأسود ولا هتفضلي أحمر حاشني شعري لأسود عشان بس نعرف في الناس هترجعي أسود ولا هتفضلي أحمر هم عايزين إيه أنا هعمل إنتي عايزة إيه أنا وحشني شعري لأسود هترجعي أسود لأنه شعر الأحمر محتاج عناية كتير شفتي رأيي النجمة كبيرة نبيلة عبيد فيكي قالت إيه شفتها وأنا بشكرا كتير كلها زوق وعن جد الكبار الواحد يتعلم منه ومش من الزغار طب لما بتشوفي حد من بنات جيلك بيهجموكي من النجمات اللي موجودين دلوقتي بتحسي بإيه؟ أنا ما رح أقدر إمنعهم يحكوا عني طب أنت عارفة تقال إيه؟ تقال إن هايفا أخدت محمد سامي وأخدت الكست كله والله محمد سامي هو اللي أخدني ما حدا بياخد حدا من حدا هيدا فيلد كتير عريض وكتير كبير والأعمال كتير كبيرة فيه والناس بتنطر الأعمال على أنواعة فالناس ما بيهمة التفاصيل ولا بيهمة تعرف غير تتفرج على قصة حلوة متصدقة من أبطال كل واحد عم يعمل دوره بحرافية وبيصدق هذا اللي بيهم الناس الناس ما بيهمة المشاكل اللي ورا هيدا العمل ولا بيهمة تسمع أكو خصو مين اختلف مع مين لأنه بالآخر ما في شي رح يصبط ويدخل الأرشيف غير العمل نفسه ناس بيحبوا لأنه ناس ساعد الجاصب بتيجي عندهم فلا لا نسمعها بس الناس ما بتجريش هي ورا الجاصب المشاكل دي هي اللي بتجيب الأقل ولييل على الورق وده بيغزي ورق الكلام ده بس ما بيغزيش فن ما بيقدمش عمال يعني كلام على ورق يعني لا بس كلام على ورق اللي في مسلسلنا كلام مهم